السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية المزرعة في المنام قد يدل رؤية المزرعة في المنام على مكانة عالية كما أن الحلم بشخص يأكل في مزرعة يشير إلى أنه تلقى الكثير من المال أما إذا رأى الحلم أنه يجلس على أرض زراعية خضراء فهذا يدل على أنه يتمتع بمكانة عالية في حياة المهنية والتعليمية رؤية الحلم أنه يعرض مزرعة للبيع في منامه يدل على أن الحلم يسعى لكسب المال الذي قد يفتنه ويبعده عن الطريق الصحيح ما معنى رؤية المزرعة في منام العزباء تعتبر رؤية المزرعة الخضراء للعزباء على أنها سوف تجد الزوج المناسب في الوقت القريب وسوف يجعلها في حياة مليئة بالطمأنينة والوفرة في الرزق مع هذا الزوج أو قد تدل على الجنة كما يدل حلم المزرعة للعزباء على النجاح في كافة أمور الحياة العملية والدراسية وغيرها وتحقيق أهدفها ورغباتها وتطلعاتها في المستقبل القريب إذا رأت الفتاة العزباء أنها تقوم بري الحديقة الخضراء في منامها فقد يشير هذا إلى علاقة الحب التي تجمعها بأحد الرجال ما معنى رؤية المزرعة في المنام للرجل؟ أجمع المفسرين أن رؤية المزرعة الخضراء للرجل في منامه لها دلالات إيجابية كثيرة حيث تدل رؤية المزرعة الخضراء للرجل على أن هناك مصدر رزق جيد ينتظره وإذا رأى الرجل الأعزب في منامه أنه يسقي المزرعة الخضراء قد يكون هذا دليل على أنه سوف يتزوج من فتاة جميلة وحسنة الطباع والخلق أما حلم شراء الشخص الأعزب لمزرعة كبيرة في منامه دليل كبير على أن هذا الرجل سوف يتزوج من فتاة جميلة وسوف يهب لها الخير بوفرة وإذا رأى الرجل المتزوج في منامه أنه يسقي الأشجار أو المزارع فهذا يدل على أنه سوف ينجب قريبا وسوف يهب الله له من الأولاد الكثير رؤية المزرعة في منام المطلقة رؤية المزرعة الخضراء قال ابن سيرين أن رؤيتها للمطلقة يعتبر واحد من الأحلام الإيجابية أيضا والتي تدل على أنها سوف تعود لحياتها السعيدة في المستقبل القريب بعد ما رأته من مشاكل ومعاناة مع زوجها السابق وقد يشير إلى أنها سوف تتزوج من رجل مرموك وعلى خلق وسوف يعودها عن زوجها السابق وأنها ستعيش معه حياة نيئة خالية من المشاكل والضغوطات يدل حلم المزرعة الخضراء للحامل أيضا على الخير والنماء الذي سوف تحظى به في حياتها العملية وأنها سوف تحظى بمكان مرموك في القريب العاجل يشير حلم الحديقة الخضراء أو المشي فيها إلى زيادة كبيرة في الرزق وراحة نفسية كبيرة سوف تنعم بها في حياتها في القريب العاجل بإذن الله رؤية المزرعة الخضراء للحامل رؤية المزرعة الخضراء لابن سيرين قال أنها أيضا من الأحلام الإيجابية فتدل على الخير والسعادة في حياتها رؤية مزرعة في منام الحامل دلالة على سهولة الولادة بدون أي مشاكل صحية وأيضا زيادة في البرقة والخير بعد الولادة وتدل على تحقيق الأهداف الجيدة التي ترغف فيها المرأة بعد الولادة بالإضافة إلى ذلك قد تكون هذه دلالة على أنها سوف تنجب ولد صالح لا يجعلها تعاني في حياتها من أي مشاكل أو صعوبات وسوف يكون عوض لها من الله رؤية المزرعة في منام المتزوجة إذا رأت المتزوجة في منامها المزرعة الخضراء المليئة بالزرع والأشجار الخضراء فسيف يكون ذلك دليل على الاستقرار الأسري والمدي والعاطفي قد يكون دليل على الأخبار السعيدة التي سوف تحظى بها الأسرة في المستقبل القريب كما ترمز المزرعة أيضا في منام المتزوجة على الأسرة المتماسكة والبيت السعيد والزوج الصالح وتشير أيضا إلى أحدى السنوات التي سوف تحقق فيها أمنياتها مثل امتلاك منزل كبير وجديد أو طفل منتظر وإلى هنا تنتاج حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته